بالنسبة للعلاج إذا كان حالة حادة، نوقف الأكل والشرب نعطي محليل، نعطي أكسوجين نحاول بقدر الإمكان أن نحجز العيان ونحاول بقدر الإمكان أن نأخذ بالنا منه لكي لا يحصل أي مضاعفات العيان يتحسن أهم شيء أيضًا يريد مسكنات قوية مثل ساعات في بعض الأحيان، يريد مورفين، يريد بيتادين لأن الوجع يكون جديد أما لو الحالة من النوع الشديد، الذي هو الحادة نضطر أن نحجزه في عناية مركزة أيضًا يريد مورفين، يريد بيتادين، ويجعل بالي من الأكسوجين يحاول بقدر الإمكان أن نقدم محليه كثيرًا لأن هذا العيان يمكن أن يحصل له شك، يعني صدمة، نتيجة استسأة، ونتيجة فشل كلوي، ونتيجة فشل رئوي فنأخذ بالنا من هذا الموضوع النقطة الثانية التي نحاول بقدر الإمكان أن نأخذ بالنا منها هل هذا المريض حالته كويسة أو حالته سيئة؟ أستطيع أن أقيم الحالة على عدة عوامل يعني لو هذا العيان فوق 55 سنة، أقلق منه هذا العيان لو السكر عالي، أيضًا أقول لا، هذا حالته ممكن أن تتظهر لو هذا العيان الأكسجين ناقص، أو لو وجدت الكالسيوم منخفض، أو لو وجدت الزلال منخفض، أو إنزيمات الكبد عالية، أو لو وجدت البولينة عالية كل هذه الحالات تديني انطباع، هل هذا العيان حالته خطيرة أم حالته بسيطة؟ طبعاً أحب ألفة النظر أن هذا البنكرياز يتلغبط معنا في حالات كثيرة في التشخيص حالات كثيرة أولاً، كنا نبتكر أن هذا لديه قرحة في المعدة، أو الوجع في المعدة، أو التهاب في المرارة ويتضح فيما بعد أن هذا لديه التهاب في البنكرياز